حقيقة أنا من الناس اللي بحب جدا التفاقل المساء الخير على حضراتكم يرب تكونوا دايما بقى الفخير ببقى المطر على فكرة لما بينزل بيدي حالة كده من الصفاء والواحد الحقيقة بيتفاقل بيه وبيبقى مش بس غسل للبيوت والشجر ولكن للأنفس كمان متفاقلة بما يحدث الحقيقة في مصر متفاقلة باللقاءات وايضا بالقمم اللي جاءت إلى مصر وايضا متفاقلة بالتفكير متفاقلة بالمجهود اللي بيبزله الرئيس السيسي الحقيقة علشان نخرج أيضا من أزمتنا متفاقلة بأداء الحكومة بأنها بتجتهد طول الوقت بشكل كبير فالتفاقل ده يعني مهم جدا لأنه لا نملك غير أن نتفاقل وأن نعمل في نفس الوقت علشان نقدر كلنا نعدي بإذن الله النهاردة في التسعة التفاقل هيخدنا من خلال فقرات كتير أتمنى أنها تعجبكم خلينا نبدأ مع بعض فيه كواليس خاصة من المؤتمر الصحفي لطبعا كابتن حسام حسن وطبعا لأنه هو مديرا فنيا للمنتخب وطبعا كلكم تنتظروا هذا الخبر فنانة وفاء عامر تتحدث عن دورها في مسلسل جودر ليلة من ألف ليلة وليلة هنشوف الحكاية العظيم يحيى الفخراني يعود للدراما في رمضان في الكوميديا عتبات البهجة وأخيرا الليلة في لقاء خاص في التسعة مع فنان القدير رشوان توفيق الرحلة الإنسانية والرحلة الفنية إن شاء الله مع الفنان رشوان توفيق اللي حينور التسعة الليلة